اشتركوا في القناة فما نصيحتكم وهل يؤثن من أفضية الشيخ على تلك الأسويس حتى ولو كان العين تقضيها وجزاكم الله بشت الأخاك بأن هذا الذي يجله في نفسه هو الإيمان الخالص لأن الشيطان كان بالأول قد لعب عليه وأفلت من دينه ولا يحس بشيء لأن الشيطان مستريح ما يدخر عليه شيئا لما اتجه للانتزام حينئذ تسلط الشيطان عليه ليفسد عليه دينه ويصرفه عن انتزامه فبشره أن هذا صريح الإيمان ولا يتفت إليه وهو لا يأثم به لا يأثم به حتى لو قال له الشيطان ما لا أستطيع أن أتكلم به وهو أيضا لا أستطيع أن يتكلم به فليستعد بالله من الشيطان الرجيم ولينتهي وحينئذ يزول عنه لأن الله يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا فالشيطان يكيد من آدم إذا أعلم متزما يكيد إليه بالوساوس التي توصله إلى الشك والعياب بالله فليستعد بالله ولينتهي وبإذن الله لن يصيبه شيء لأن الذي وصف لنا هذا الدواء أتدري من هو أعلم الناس بعلاج هذه الأمور وهو النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمرنا إذا أحسسنا بهذه الوساوس أن نستعيد بالله من الشيطان الرجيم وننتهي وخلاص يموت الشيطان ويندحر فبشره بهذا بشرة وقل له لا يتفتل إذا أكشب إذا أدن يقوم يتوضى ويصلي ولو في قلبه كل وساوس حتى لو كان يشعر أنه لا يصلي وهو لا يصلي لأحد فهمت فإن هذا لا يضل وإن شاء الله ما له الشر إذا أخذ بهذا الدواء من هذا الطبيب العالم بالدواء والداء فليبشر بالشفاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر